موسيقى قام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة الصغيرة ومتنهية الصغر منذ عام 92 وبداية إنشاؤه في حفظة السيود حتى نهاية عام 2018 قام بضخ مبلغ يقارب 3 مليار و 2 من 10 تفصيلها كالآتي طبعا قام بتمويل العديد من المشروعات الصغيرة ومتنهية الصغر بتمويل يصل إلى 2 مليار و 700 مليون جنيه مول من خلال هذه المبالغ عدد 246 ألف مشروع استطاع إنه هو يحقق فرص عمل في محافظة السيود قدرها 354 ألف فرصة عمل ده بالنسبة في مجال الإقراض وتمويل المشروعات الصغيرة ومتنهية الصغر ضخ أيضا خلال هذه الفترة مبلغ يصل إلى 530 مليون جنيه لتمويل المشروعات البنية الأساسية من رصف الطرق عمليات مياه خزانات مياه بناء المباني الأكثر للقرى الأكثر احتياجا وفرت حوالي 74 ألف فرصة عمل هذه المشروعات تسمى مشروعات كثيفة العمالة مشروعات تدريب مشروعات يمكن أن تصل بالمواطن إلى حياة كريمة أفضل من خلال توفير تدريب ومن خلال توفير فرص عمل ومن خلال زيادة أيضا الدعم الحقيقي للبنية الأساسية والحياة الكريمة لو بصينا إذا نظرنا إلى عام 2018 من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتنهية الصغر أيضا استطعنا أن نحقق في هذه الفترة عام 2018 فقط 114 مليون جنيه موالنا 1435 مشروع حققت حوالي 3900 فرصة عمل بالنسبة للمشروعات المتنهية الصغر والمشروعات المتنهية الصغر اللي هي المشروعات اللي رأس مالها أقل من 50 ألف موالنا 107 ضخينا 187 مليون جنيه موالنا حوالي 18 ألف مشروع تقريبا حققوا 20 ألف فرصة عمل هذه الخدمات المالية اللي احنا قدمناها في عام 2018 من خلال واحدة الشباك الواحد استطعنا أن نحن نطلع حوالي 750 رخصة ل750 مشروع صغير طبعا من خلال واحدة الشباك الواحد أيضا عملنا حوالي مثلا 400 بتاقة ضربية رقم منشأة حوالي 271 مالي الخدمات كانت حوالي 2300 خدمة أيضا من خلال المعارض اللي ساهمنا فيها فخلال عام 2018 8 معارض شارك معنا في هذه 8 معارض حوالي 100 عميل تقريبا تقدمنا أيضا ب7 ندوات وورش عمل استطعنا أن نحن من خلال التدريب تدريب الشباب في تدريب ابدأ مشروع والتدريبات غير يادة أعمال عملنا حوالي 25 دورة تدريبية في عام 2018 فقط أنك كنت إزاي تدرب الشباب على كيفية بداية المشروع وكيفية عمل المشروع أيضا من خلال البرتوكولات البرتوكولات مع سنة التحية مصر موالنا حوالي 22 عربية مبردة نص نقل و11 ربع نقل أيضا هناك مشروع مع مصر الخير موالنا فيه حوالي 182 مستفيد استفادوا من مشروعات السروة الحيوانية مع مصر الخير ترجمة نانسي قنقر